إذا نجي لراتب، راتب أول شي ما يعتبر ثعوة يعني راتب يعدو يكفيك مصاريفك إنه مواصلات عن تغنية الأكل اللي تأكل يعني المعيشة مثلا تحط طبيب كذا بس يعني يسوي لك ثعوة معينة لا مستحيل هذ الشي وبالنسبة للغاتب يكفيني نهاية الشهر أو لا لا ما يكفيني نهاية الشهر لأن المصاريف غالي يعني الحياة كلش غالي إنه ما يكفيني نهاية الشهر يعني هو هذا أكبر سبب يعني إذا أتها مجرد ما يعني يتمرض أحد عدك أو تتتمرض تروح للطبيب غاتب كله تخليه بساعة وتطلع انتهى الغاتب يعني يعني الثروة اللي جمعتها حاليا شوية ثلاث ملايين أربعة هاي هونو اللي الراتب يعني تأفضل هاي الظروف اللي صعبة صارت والوضع الاقتصادي ونظروف المعيشية والأسعار واللي زادة طنبلة اللي هو أصعود الدولار فأكيد ما راح أقدر أجمع شيء من الراتب يعني يعدو بكفي مصرف يومي أنا لازم أجمع ميزانية حتى أقدر مثلا أتطرف بيها لازم أنا أشتغل حتى أقدر أجمع مبلغ مادي يعني معين حتى أنه أقدر أفتح بي مشروع أو مثلا أنا اشتغلت على مود أقدر أجمع مبلغ معين الحمد لله المبلغ زين وكفينا نهاية الشهر ونقدر مثلا بالأخص هذا بنيمون والذرب مثلا أكوبنات مثلا يصرفون بالشهر ريتشي مثلا مليون بالشهر يعني هذا تبذير يعني كل شي هو ومثلا يصرفون مثلا أغلب شي على الميكب وهي السوالف أو ملابس يعني الملابس أن تكون مو بشي بكثرة لأنه يعني يصير تبذير وأنه مو حل التبذير ولازم واحد يجمع مبلغ من المال على مود أنه يقدر مثلا يفتح بي مشروع أو يقدر مثلا يخلي مثل ما يقولون ضم قرشك الأبيض اليوم وكل أسود تروى من راتبي وغين راتبي قبل رأس الشهر يخلص يوم عشرة يخلص يفلس بسبب صعود الدولار والأزمة الاقتصادية أثرت علينا والارتفاع السلع والخدمات كلها أثرت علينا يعني ما قدرت أجمع أي شي من راتبي الشي يقول لك عن الراتب الراتب يعني أصلا ماك راتب حاليا ولا أحكينا عنهم والحكومة ولا أحكينا عن الراتب يعني كل شهر قطوعاتي يقول لك بالراتب ويعني وارتفاع الأسعار ويعني فشي مهزة لأصاير ما جمعنا أي شي من الراتب ولا راح نجمع على هالأوضاع